السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ انا فتن فؤاد وانسا اضع المعاردة هنعمل اللاتجوكي الجميل ده هو مقاسه من 3 شهور ل 6 شهور طبعا لو حابين تعملوه باي مقاس يعني هنزل لكم جدول المقاسات علشان تنفذوا منه المقاس اللي انتو حابينه انا بعمل ده برضو الشخص اللي بعمله له مش موجود معايا هو معمول يعني هدية هدية ولابة فالبيبي اللي معمول له اللاتجوك مش معايا فانا عاملة من جدول فهنزل لكم الجدول ده لو حابين انكو تاخدوا سكرينشوت علشان لو حابين تنفذوا منه بعد كده وده الجدول اللي انا بشتغل منه ويعني مقاساته الحمدلله بتصبط معايا كويس كده انا زي ما احنا شايفين انا مدع عامل قعدة بتاعة اللاتجوك ببوري فجامد كأنه شوذ يعني دي بتديله طبعا قيمة اكتر بكتير من انه يكون صوف بس طاري كده لا بتخليه بقى حاجة يعني جامدة كده وحلو الأعمال القعدة ده اس ورح لكم بنركبها جزي بس شراح لكم بس احنا بنعمله جزاي هيا دي انا باجب قطعة بوري وبقيس المقاس اللي مكتوب في الجدول طول الرجل وعرضها وبقصها على اساس وبحاول ان انا اجسم رسمة الرجل كده بقلم وبقص على اساسه القطعة دي وبعدين بعد ما قصها قطعة واحدة يعني بجيب القطعة اللي انا قصها دي وحطها على القطعة البوري اللي متعملش لسه واجسم كده بالقلم عليها علشان يطلعوا للقطعتين زي بعض بالضبط وبعدين اقصها هي كمان واغلفهم هما الاثنين بقماش زي دك ده قماش عمل زي الدفية كده بيدفي كويس جدا اي قماش موجودة عندك حابة تغلف بيه اتغلف بيه بتلزق بقى ايه بمثدس الشمع بنثبت القماش ده في القطعة البوري بمثدس الشمع وطريقة دي على فكرة بقى ثبتة وجميلة جدا جدا وبنثبتها بقى في قاعدة اللاكلوك اثناء الشغل هوريلكم ازاي واحنا شغالين ان شاء الله نبتدي بقى على طول ونشوف هنعمل ايه انا استخدمت في اللاكلوك ده استخدمت الخيط همولاي افريدياي بيبي لوكس استخدمت منه الالوان دي طبعا اي الوان تحبيت تستخدميها تستخدميها والمفروض ان الخيط ده بيكون بيستخدم معايا ابرا رقم ثلاثة ونص بس انا استخدمت معايا طبعا اثنين ونص علشان ايه علشان اللاكلوك لازم تكون غرزه ضيئة كده مينفعش ان نستخدم ابرا تكون واسعة تمام؟ فهنستخدم ابرا رقم اثنين ونص مع الخيط ده واي خيط حبك تستخدميه تاني على اساسه تنزلي من مقاس الابرا اللي هتستخدميها شوية اللي مكتوبة عليه يعني ده مكتوب عليه انه يستخدم معايا ابرا رقم ثلاثة ونص انا بستخدم اثنين ونص ايه سي على كده بقى اي نوع خيط هتستخدميه طيب هنبتدي بقى نعمل ايه؟ هنعمل القعدة دي انا كنت هبتدي اشرح عليها بس لقيت ان اللون الاسود مش باين خالص فدلوقت هشرح لكم القعدة دي بدايتها ازاي لان انا عملاه هنا البداية بردو هنا باسود فهشرح لكم القعدة ديت بلون اضيض علشان يبان ان شاء الله في التصوير والطريقة توصل لكم بسهولة بإذن الله هستخدم هجيب الخط كده وهعمل عقدة البداية بقى اي طريقة تحبيها بقى اي طريقة انت عايز تعملي بها عقدة البداية اللي تستسليها اعمليها انا بالنسبالي هعمل اه تلاتاشر سلسلة للمقاس اللي انا هعمله هو من تلات شهور لست شهور ده هعمل ايه تلاتاشر سلسلة دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدواشر اتناشر تلاتاشر طيب بعد كده هعمل ايه بعد واحد اتنين وفي السلسلة رقم تلاتة بلف الشغل كده وفي الحلقة اللفة اللي في الظهر دي في الظهر باخد لفة معي على الابرة وبدخل فيها وعمل عمود بلفة بالشكل ده حاول فتو خرجوا من لفتين واختب لفة واخرجوا من لفتين وفي نفس المكان باخد لفة برضو وادخل وعمل عمود بلفة كمان في نفس الغرزة زي ما احنا شايفين كده خلاص كده بنقل بقى على الغرزة اللي وراها برضو في اللفة اللي في الظهر زي ما احنا شايفين كده اخد لفة معي على الابرة وادخل هنا واعمل عمود بلفة تاني الغرزة اللي وراها اللي وراها بقى يعني التزايد في اول غرزة بس واخر غرزة بالنسبة للسطر ده هكمل لحد ما وصل لاخر غرزة وارجعلك تاني نكمل موضعه دي صورة الجدول لو حابين تاخدوها سكرينشوت الاول خدوها دلوقت خلصت كده وصلت للاخر اوضع اخر غرزة اللي هنعملها مع بعض الوقت عشان نعمل فيها اختفائي هاخد لفة معي على الابرة وادخل في اللفة اللي في الظهر برضو من اخر غرزة بالشكل ده كده وهعمل فيها ستة عمود بلفة اخد لفة معي على الابرة وادخلها واخرجوا من اللفتين بقى كده اعمل بالشكل ده ايه ستة عمود بلفة كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة كده خلصت تزادل في الطرف ده هاخد الخط معي بقى كده عشان اشتغل فوقه وادخل على الغرزة اللي عليها الدور بعد الغرزة الاخيرة دي هادخل هنا كده اخد لفة معي على الابرة وادخل هنا كده شايفين بالشكل ده كده من تحت الغرزة كلها واصحب الخط واخرجه وعمل ايه عمود بلفة اخد لفة تاني معي على الابرة وادخل على غرزة اللي وراها وعمل عمود بلفة هكمل لحد موصل لاخر غرزة دي اللي كنت عاملة فيها اثنين عمود بلفة وارجع لك تاني عشان هنعمل فيها تزايد هي كمان خلصت كده ووصلت للغرزة اللي هي كان فيها اثنين عمود بلفة دي اقص بقى الخطس ديجة ده مع البشتر هنا كده وتثبت كويس ويفتدي دلوقتي اكمل التزايد بتاعي انا كنت عاملة هنا اثنين عمود بلفة فعلى شم تبقى القاعدة بردوية زي الناحية الثانية دي هعمل كمان هنا اربع عمود بلفة ومليش دعوة بالثلاس اللي انا حتبتها في الاول دي ما حتبتها ايج تمام عشان يبقى هنا ثبتها وهنا ثبتها فدلوقتي هعمل ايه هعمل اربع عمود بلفة بالشكل ده كده وهاجي على اول عمود كنت عاملاه هدخل كده واسحب الخيط واخرجه واخرجه من اللفة اللي معي على الابر وبقى كده خلاص قفلت السطر ده ودلوقتي هعمل ايه هرتفع اتنين سلسلة وفي نفس المكان اللي قفلت فيه هاخد لفة معي على الابره وهدخل كده واعمل نص عمود اسحب الخيط واخرجه واخرجه من كل اللفات اللي معي على الابره بالشكل ده وكمان اخد لفة معي على الابره وفي نفس المكان هنزل برضه واسحب الخيط واخرجه واخرجه من كل اللفات اللي معي على الابره بالشكل ده ادخل على غرزة اللي وراها كمان واعمل فيها برضه نص عمود وفي نفس المكان كمان نص عمود وبعدين دلوقتي انا خلصت اللي هما الغرزتين اللي كانوا في الاول هنا اللي هما عمود بلفة دلوقتي هدخل بقى على اللي هي العامد اللي هي فوق بعضها دي اللي هي مش ملهاش دعوه بالطاف بتاعتها زي فبالنسبة للنحية دي بقى هبتدي اعمل نص عمود بس فوق كل عمود نص عمود هده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بعد الستة نص عمود دول هلاقي انه المفروض ان الغرزة اللي في الطاف اللي فيها التزيل دي قبلها واحد اتنين تلاتة عمود تمام؟ التلاتة عمود دول هعمل فيهم تزايد بس نظام التزايد ده يكون ايه؟ طيب الاول قبل ما نقول نظام التزايد التزايد اللي هنعمله دلوقتي ده انا كنت عاملة في الاساس هنا تلاتاشر سلسلة في البداية تمام؟ لو انا عايزة اعمل مقاس اكبر من كده هعمل ايه؟ لو انا هكون مثلا عاملة خمسة عشر سلسلة انا سيبه هنا تلاتة عمود قبل الغرزة اللي في الطرف يعني الرقم اللي فوق العشرة بالنسبة لمقاس الاطفال يعني الاطفال مش الكبار الرقم اللي فوق العشرة هسيبه عواميد قبل الغرزة اللي في الطرف دي واضح كده؟ يعني انا عملت تلاتاشر فهسبت تلاتة عمود هبتدي منهم التزايد لو انا عاملة خمستاشر هسيب خمسة هبتدي منهم التزايد وفي النحية الثاني هيبقى كذلك بعد الغرزة اللي في الطرف دي طيب لو عاملة ستاشر هسيب ستة وهكذا يقابل نفس الطريقة اللي احنا بنقول بها دلوقتي دي هنحسب التزايد ده طيب التزايد ده بقى هيكون عبارة عن ايه؟ هاخد لفة معي على الابرة وهدخل في الغرزة دي واعمل نص عمود وفي نفس الغرزة هاخد لفة معي على الابرة وهعمل عمود بلفة ده اول تزايد بس اللي بيقع بالشكل ده علشان يديني الشكل متناطق كده يعني ما يبقاش طلع مرة واحدة من نص عمود لعمود مرة واحدة تمام؟ فده اول تزايد بس اللي هعمله بالشكل ده وبعد كده هبتدي عمل ايه؟ هعمل اتنين عمود بلفة فوق كل عمود في نفس المكان وهدخل واعمل كمان عمود بلفة على الغرزة اللي وراها اخد لفة معي على الابرة وادخل واعمل عمود بلفة وكمان عمود بلفة وهشتغل بنفس الطريقة دي فوق كل عمود اتنين عمود بلفة لحد ما اوصل لبعد الغرزة اللي هي اللي فيها التزايد دي بتلاتة عمود برضو زي ما قلنا وفي اخر عمود هعمل فيه عمود بلفة وبعدين نص عمود تمام؟ طيب هشأ هلف دي لحد ما اوصل بس الاخر غرزة اللي فيها التزايد الاخر ده يعني هشتغل بعد الغرزة اللي في الطرف دي عمودين وفي العمود التالت هرجع لكم تاني نكمله مع بعض خلصت كده الغرز اللي هي بالتزايد اللي قلنا عليها دي وعملت اتنين عمود بلفة بعد الغرزة اللي هي اللي في الطرف اللي هي اللي انا عاملة فيها التزايد الكتير دي ودلوقتي وصلت لتالت عمود اللي هعمل فيه ايه؟ عمود بلفة اهو ونص عمود في نفس الغرزة زي ما احنا شايفين كده ودلوقتي هكمل بقى غرز نص عمود فوق كل عمود نص عمود لحد ما اوصل برضو للغرزة اللي في الطرف دي وعمل فيها فوق كل عمود اتنين نص عمود زي ما انا عملت في الاتنين هنا يبقى انا هعمل هنا تزايد فوق كل عمود اتنين نص عمود وهنرجع لكم بنقفل السطرة مع بعض تمام؟ بقى هكمل كده غرز نص عمود لحد ما اوصل للغرزة اللي في الطرف دي اعمل فيها التزايد زي ما عملت هنا فوق كل عمود اتنين نصف عمود وارجع لكم نقفل السطر مع بعض خلصت كده وبقى شكل القطعة معايا بالشكل ده دلوقت هنقفل السطر بقى مع بعض فأول غرزة نصف عمود كنت عاملها اتخل كده اصحب الخط وخرجه واخرجه من اللفة اللي معايا للإبرة كمان طيب اللي بعد كده بقى هعمل ايه هرتفع برضو اتنين سلسلة وهلف السطر كله غرز نصف عمود ننقل بقى علشان يعني ده نكونت بشرح لكم بس الخطوات دي لان بعد جده اللي جاي بقى مش محتاج شرحة اقلا يعني مش حتاج ان انا يبن او يعني فيه فدلوقتي هنرجع بقى للقطع دي انا عملت هنا السطر الاوليني اهو وعملت فيها فوقها كمان السطر التاني اللي احنا عملنا مع بعض وده السطر التالت معمول غرز نصف عمود داير ما يدور دلوقتي هبتدي اعمل ايه هعمل غرز حشو هعمل سطر واحد بس غرز حشو باللون الاسود وبعدين ادخل اللون الابيض واعمل سطر غرز حشو كمان باللون الابيض وبعدين سطر غرز حشو باللون الاسود فبس دلوقتي بس أوريلكم برضو غرز الحشو باللون الأبيض يمكن حد يكون لسه مش بيعرف يعني فعلشان نميز مع بعض يعني هنعتبر انه أنا دلوقتي ده خلصت يعني القطعة دي وبقت بالشكل ده وهبتدي هعمل الغرز الحشو بارتفع غرزة الحشو تلسلة واحدة بس زي ما احنا شايفين كده وبنزل في نفس المكان وعمل أسحب الخط كده وخرجه وخرجه من اللفتين اللي معي على الابر بالشكل ده وانقل على الغرزة اللي وراها واسحب الخط وخرجه وخرجه من اللفتين اللي معي على الابر طيب لو عايز ادخل اللون برضو اشرح لكم ان ادخل اللون التين ازاي علشان ما يبنش في قفلة السطر لو حبا انك تدخلي الخط الاسود ده بجيب الخط الاسود كده بدخل من هنا يعني وانا بقفل السطر علشان ما يبنش بشد الخط الطرف ده كده كويس وادخل في الغرزة اللي هي الاول غرزة في السطر واسحب الخط وخرجه وخرجه من اللفة التانية اللي معي على الابره وارتفع بيه هو بقفل السلح علشان ايه ابتدي اعمل السطر بالشكل ده كده يارب يكون واضح وبنكمل بقى ايه غرز حشو طيب دلوقتي انا زي ما قلنا هكمل اا لو انت وصله معايا يعني القطعة معاك النية بالشكل ده هتكملي السطر كمان نص عمود والسطر اللي بعده اا باللون الاسود يعني لو حابت تعملي باللون الاسود كمان سطر بغرز الحشو وبعدين ندخل اللون الابيض تعملي سطر باللون الابيض بغرز الحشو زي ما وردت لكم دلوقتي تطريق تدخيل اللون علشان ما يبنش في القفلة هو بقبين شوية يعني بس مش قوي يعني مش شكله متعج قوي تمام وبعدين نرجع ندخل لون الاسود تاني وهنعمل بالشكل ده بقى بعد ما خلصت الغرز دي اللي هي النص عم متعديلي من اول غرز الحشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ست غرز حشو ست سطور غرز حشو اعملوا اللي بقى ست سطور غرز حشو ونرجع تاني مع بعض نكمل نشوف هنعمل ايه انا هعملهم بقى هنا الست سطور دول وارجعلكم تاني نكمل مع بعض نشوف هنعمل ايه خلصت كده ست سطور اللي قلنا عليهم غرز حشو ه stamped السطر الاول باللون الاسود وبعدين اضيض وبعدين اسود وبعدين ثلاث سطور باللون الابيض ودلوقتي بقى هنبتدي ندعم الاعدة بالبوري دلوقتي قبل ما نعمل التناقص بتاع وش الرجل علشان طبعا هتقفل معانا مشان عارف ان احنا نظبط قوي ان احنا نحط الاعدة دي كويس الاول قبل ما نعمل نثبت البوري بطوي اللاكلوك كده علشان عارف النص بالزبط وفي الغرزة اللي في النص بجيب ماركر وحطه فيها كده هو علمها باي علامة ممكن بحطة فتلة اي حاجة يعني قطعة خط يعني صغيرة كده نعلم بيها بس النص ودلوقتي بقى هنبتدي نثبت الاعدة دي بالشكل ده كده ممكن نثبتها خياطة بالابرة بتاعت الخياطة باللون اللي سويت بقى يعني او اي لون انت عامل بيه لون الاعدة اللي انت عامل بيه تثبت بابرة الخياطة عادي بس انا بحضة لان انا ثبتها بمثدس الشامع لحيط انها بتبقى جامدة وخييسة او اي فدلوقتي هجب مسدس الشامع وهحط كده شوية شامع كده في الاعدة زي ما انت شايفينها حطة الخيط اللي انا هنا الزيادة علشان اثبت عليه هو كمان يعني معايا يتنظف بالمر تمام كده هدخل دي بقى كده هتكون محطوطة مضبوطة على نفس السطر الشكل ده كده كده تثبتت اهي ودلوقتي بقى هنبتدي نعمل ايه السطر اللي هنعمل فيه التناقف بتاع وش الرجل ده هنعمله ازاي هشتغل غراز حشو لحد ما وصل لقبل المركر ده باثناشر غرز هعد واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احداشر اثناشر وهشتغل غراز حشو لحد ما وصل لهنا وارجعلكم تاني خلصت جده غراز الحشو لحد قبل المركر باثناشر غرزة زي ما قلنا دلوقتي هنعمل ايه هبتدي بقى اعمل التناقف بتاع وش الرجل هاخد لفة معي على الابرة وادخل على الغرزة اللي عليها الدور واسحب الخيط واخرجه واخرجه من لفتين واسيب اللفة التانية معي على الابرة واخد لفة تاني وادخل على الغرزة اللي عليها الدور واسحب الخيط واخرجه واخرجه من لفتين وبعدين اخرجه من الثلاث لفات اللي علي الابرة بالشكل ده كده تاني اخد لفة معي على الابرة وادخل هنا في الغرزة اللي عليها الدور واسحب الخيط واخرجه واخرجه من لفتين واسيب لفة وادخل على الغرزة اللي وراها اخد لفة وادخل على الغرزة اللي وراها واسحب الخيط واخرجه واخرجه من لفتين على الابرة بالشكل ده. وهكمل لحد ما وصل للماركر وهعمل بنفس الشكل ده. بعد الماركر هعد بقى من هنا انا كنت حطا في النص وعدى من هنا 12. هعد من النحية دي بقى 13. تمام? يعني اللي في الماركر. المفروض التناقص اللي هنا بعمل تناقص 13 مرة. تمام? في النحية دي بيكون في 6 وفي النص واحدة وفي النحية دي بيكون 6 كمان زيه. تمام? فدلوقتي هكمل بنفس الشكل ده لحد بعد الغرزة اللي فيها الماركر والغرزة اللي وراها وبعدهم كمان 12 غرزة احولهم لست غرز. تمام? هكمل لحد موسط لبعد الماركر دي اكمل الغرزة اللي فيها الماركر والغرزة اللي وراها اعملهم تناقص. وبعدهم كمان بستة. وبعدين اكمل غرز حشو زيه ما انا لحد الاخر هنا. ارجع لكم نقفل السطر مع بعض تاني. خلصت السطر بالطريقة اللي قلنا عليها عملت التناقص وبقى الشكل معايا بالشكل ده. ودلوقتي بقى هنعمل ايه? هنقفل السطر مع بعض اهو. فاول غرزة كنت عملتها. ده منزلق كده وارتفاعها سلسايا. وهكمل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو. لحد ما وصلت للتزايد اللي هو التناقص قصدي اللي انا عملته في الاول هنا ده قبله بغرزة واحدة بس. هعمل غرزة حشو. كده وصلت لقبله بغرزة واحدة بس. دلوقتي هعملها تناقص مع الغرزة اللي قبلها. اخد لفة معايا على الابرة برضو. وادخل كده واسحب الخطوة وخرجه واخرجه من لفتين واسيب لفة. واروح الى الغرزة بيه اصحب الخطوة وخرجه وخرجه من لفتين. وبعدين اخرجه من التلات لفات. واكمل التناقص بنفس الشكل. حول كل اتنين من دول انهم يبقوا واحدة. كده. واشدي ايدي كويس. كده. واشدي ايدي كويس. كده. علشان الشغل يطلع مظبوط. اخد لفة وادخل. اتحب الخطوة وخرجه. وخرجه كده. والشكل ده كده. نفس طريقة التناقص اللي احنا عملناها في الاول هنعملها هنا كمان. اكمل بنفس الشكل ده. لحد ما وصل لاخر التناقص هنا. وبعدين الف وارجع لحد هنا. آآ وبعدين هعمل تناقص برضو فوق التناقص كله. كمان مرة. طيب اكمل السطر ده. وقفله. وارجع لكم نكمل مع بعض. نشوف هنعمل ايه. اعملت التناقص ده. حبيت ان انا ارجع لكم الاول عمشان اقول لكم مشنا وصلنا الهنة عدد الغرز كان. الغرز اللي فيها تناقص يعني اللي هي مجموعة اتنين في بعض دي. هنا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. وقو كده سبعة معايه. ودلوقتي هكمل ورز الحاشو في الغرز اللي وراها اللي عليها الدورة هو. وهشتغل زي ما قلنا. اكمل السطر بقى بنفس الشكل ده. وهاقفل هنا. وما وصل لهنا. هرجع لكم تقين عشان نعمل التناقص الاخير مع بعض. خلصت كده وصلت الحد هنا. وهنعمل مع بعض بقى التناقص الاخير. هاخد لفة كده. وهدخل في الورزة اللي عليها الدور. واصحب الخطوة واخرجه. وراح على الورزة اللي وراها. وبرضو واصحب الخطوة واخرجه واسيبه. بعدين خرجه من كل اللفات بالشكل ده. والورزة اللي وراها كمان. نفس الطريقة اللي احنا بنعمل بها. ناخد بالنا بس ان يكون شدين ايدينا عشان يكون شكل للشغل حلو. ودي اخر جرزة هيا. هنعملها مع بعض. هود لفة هدخل. طبعا لانهم كانوا سبعة فالمفروض ان يكون كده العجب زوجي فانه هدخل في الغرزة اللي وراها. اهي. واعمل نفس الحكاية بالزبط. اهي. وخلص هكمل بعد دلوقتي غراز حشب. دلوقتي بقى انا كده خلصت التناقص بتاع وش الرجل كله. وبقت معي بالشكل ده زي ما احنا شايفين جده. دلوقتي هعمل ايه? هعمل. هوصل لحد هنا واقفل السطر. واعمل كمان سطر. وايه? كمان سطر يعني هعمل سطرين غراز حشو. من غير لا تزايد ولا تناقص. سطرين غراز حشو. زي ما هنا كده. هو مش باين علشان الوش البنده تركب فمش باين. فانا هعمل دلوقتي هقفل السطر ده. وهعمل سطرين غراز حشو. وارجع لكم تاني علشان نشوف هنعمل ايه بعد جده? خلصت كده سطرين وبقت الشكل معي بالشكل ده. طبعا لو حابينه نكتفي بالطول ده. عادي ممكن يبضل بالطول ده. آآ ولو حابين نطوض زي ما انا عمله كده انه هيكون هاف بوت. هندود السطور اللي هنعملها دي. وكمان علشان يكون فيها التساع انه لو عايزين نعمل آآ سلسلة ولا حاجة نربط بيها تبقى رباط يعني يمسك على الرجل. هنعمل السطور دي. او على الاقل سطر واحد بس عشان ايه آآ نعمل في الآآ السلسلة دي ان نعملها رباط يعني يثبت اللاكلوك في في الرجل. دلوقتي هاعمل ايه؟ هاستفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. وهاعمل تلات سطور عمود بلف. انزل في نفس المكان واعمل عمود بلف. الشكل ده. اخد لفتاني وادخل على الغرزة اللي وراها واعمل عمود بلف. وهاعمل بنفس الشكل ده تلات سطور عمود بلفة. علشان اجيب الطول ده وارجعلكم بقى نعمل مع بعض وش البنده ده. خلصت تلاتة سطور عمود بلفة اهو. بقى الشكل معايا كده. دلوقتي بقى هاقص الخيط. وهنقفل مع بعض الشغل. بسيب الغرزة اللي عليها الدور دي كده. وبدخل من تحت الغرزة اللي وراها. واسحب الخيط واخرجه. وبعدين ارجع للمكان اللي انا خرجى منه اصلا. واسحب الخيط وادخله ليه تاني. عشان يبقى الشكل معايا بالشكل ده. بقى كأنها غرزة يعني زيها زي الغرز اللي جنبها ما يكونش فيه اي اختلاف. تمام? دلوقتي بقى انا نسيت ما اصدش الخيط كويس. يعني كنت المفروضة سيبحبتها اطول من كده شوعة عشان انا اضف بها الخيط. انا اضف بها الشغل. كيف ردي دي هاو. هبتدي انا اضف بها شوة لي كده. بالمدة شخص انا تطلب حقيقه عشان الا نياسة. وملص زيادة. والشكل ده كده. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض اه الوش البنده ده. هجيب الخز بقى اللون الرطاطي. وهت دي اعمل برضو عقدة البداية كده. اي طريقة تحبيها طبعا. اعمل دلوقتي خمس ثلاثة. واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة. وبعدين هقفلهم في اول سلسلة. الشكل ده كده. سحب الخطوة خرره كده. وبعدين افتفع سلسلة. في نفس المكان اللي قفلت فيه هدخل واعمل اتنين غرزة حشب. في كل سلسلة هعمل اتنين غرزة حشب. كده. كده. كده هم انت كام واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة قاطرين كده. هقفل استطر في اول غرزة كنت عاملها انا. بس حب الخطوة خرجو. خرجو من اللفة اللي مية على الاجراء. ارتفع سلسلة. واعمل في نفس المكان غرزة حشب. في الغرزة اللي وراها اعمل تزايد. يبقى استطر ده هنمشي ايه. هنمشي غرزة حشب. وغرزة تزايد. كده هعمل هنا ايه. وغرزة حشب. على الاجراء الشغل في اللفة الخلفية. مش اا مش تحت الغرزة كلها. تمام? يعني انا اشاغالها دلوقتي حشب في اللفة الخلفية. الغرزة اللي عليها تزايد اهايه. هعمل فيها ايه? اتنين غرزة حشب. الغرزة اللي وراها def rumah. غرزة حشب علي. اللي وراها تزايد. هكمل السطر كله بالشكل ده. والسطر اللي بعد ده هعمل تلاقي اتنين غرزة حشو واحدة تزايد والسطر اللي بعده هعمل تلاتة غرزة حشو واحدة تزايد تمام؟ يبقى انا كده عملت اول سطر تزايد في كل الغرز تاني سطر غرزة وغرزة السطر التالت هعمله اتنين غرزة حشو عادياً غرزة تزايد وغرزة واحدة بس تزايد السطر اللي بعده هعمل تلاتة غرز حشو واحدة بس تزايد لما اعمل دول بقى هرجع لكم تاني علشان هيكون كده خلاص الدايرة وصلت للحجم اللي انا عايزاه هنعمل الودان بقى بتاعت البنده دي خلصت كده الدايرة السطور اللي قلنا عليها ودلوقت بقى هنبتد نعمل الودان مع بعض بتاعت البنده دي هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هعمل نص عمود واراها للغرزة اللي وراها هواعمل نص عمود برضه وبعدين في نفس الغرزة اعمل عمود بلفه بالشكل ده وبعدين ادخل على الغرزة اللي وراها هاعمل عمود بلفه وفي نفس الغرزة اعمل نص عمود بالشكل ده وبعدين دلوقت الغرزة اللي عليها الضور دي هعمل فيها غرزة منزلقة كده تمام دلوقتي هكمل كمان أربع غرز منطلقة هدواء اتنين تلاتة أربعة هنيبقوا خمسة يعني كنت عاملة واحدة فكملت كمان أربعة دلوقتي هاتفع تلسلة وفي الغرزة اللي وراها هعمل نصف عمود وبعدين عمود بلفة والغرزة اللي وراها هعمل عمود بلفة وبعدين نصف عمود وكمان نصف عمود في الغرزة اللي وراها بقى مش بنفس المكان في الغرزة اللي وراها هعمل كمان نصف عمود وبعدين هقفل دوم مزلقة كده تطلع معايا الودان بتاعة البندق بالشكل ده كده طريقة سهلة جدا وبسطة دلوقتي همقص الخير وننظفوه زي ما بنعمل على طول هنا مش هيبان ممكن اتحبو ادخلو جواه وخلاص شايف رقي يعني معايا الشكل قوي تمام كده ده الجزء اللي هو الأساسي في البندق ممكن نربطول مع بعض وكده كده هيتلزق القطع دي هتلزق في دي فمش ضروري قوي يعني انا نظفها بشكل كويس يعني لانها مش هتبان اتحبو طبعا ممكن نثبت لو ما عنديش مسدس مسدس جمع وممكن اثبت خياطه كده تمام دلوقتي هعمل ايه هعمل الحتة البيضة دي بنفس الطريقة اللي عملناها هنا بس مش هعمل السطر الأخير يعني هنقص عن ما انا عامله هنا هعمل طب نعملها مع بعض نجيب الخط الأبيض هعمل عقدة البداية اهي عشان ما يبقاش في لغبطة خلينا ماشي مع بعض احسن هعمل طب ثلاثة لدات واحد اتنين تلاتة وهقفل في اول غرزة الشكل ده كده وارتفع سلسلة وهعمل فوق كل غرزة اتنين فوق كل سلسلة اتنين غرزة حشب هل السلسلة اللي وراها فوقها اتنين غرزة حشب اللي وراها فوقها اتنين غرزة حشب وبعدين هقفل الزطر ده هنا كده هبخده خربه وافتفع السرسلة وبعدين هاشتغل بقى ايه غرزة حشو في اللفة الخلفية كله برضه زي ما احنا متفقين في اللفة الخلفية ما تقولش من تحت الغرزة لا في اللفة الخلفية بس هنا وما عايزين تعملوها بأي شكل مش هتفرق يعني هعمل غرزة حشو وغرزة تزايد الغرزة اللي عليها تدور حشو اللي وراها تزايد حشو تزايد انا هكمل القطعة ده بنفس الشكل غرزة حشو وغرزة تزايد لحد ما وصل للمقاس اللي هو يغطيني بالنسبة للدائرة طبعا انا عاملة للمقاس ده على اساس ان اللاكروك اللي معايا طغير طبعا فانتي لو هتعملي المقاس اكبر من كده هتزاودي في السطور دي يعني هتزاودي بالنسبة طريقة التزايد اللي احنا عملناه هنا عملنا في الاول ده زايد في كل الغرز وبعدين غرزة وغرزة وبعدين غرزتين وغرزة وبعدين ثلاث غرز وغرزة لو هتزاودي هيبقى اربع غرز وغرزة خمس غرز وغرزة يعني لحد ما اعمل المقاس اللي انا عايزة تمام؟ فانا دلوقتي هعمل اللي يجيب لي اللي هو يغطي النسبة دي من وش البنده ده هعملهم وارجعلكم تعيني نكمل بقى نعمل الحتة اللي بقية الاخيرة دي وخلص عملت كده الدايرة البيضة هات بالقطر اللي يناسب على قد الوش البنده اللي انا عاملها ودلوقتي لضمت حطة خط اتود في الابرة اللي هي بتاعت التنظيف دي وهنبتدي بقى نتعرض مع بعض المناخير والبق بتاع البنده باجي في التلت اتود كده باجي في التلت الفؤاني كده يعني بفوت تلت تلت الدايرة تقريبا تلت القطر تلت القطر نحية فوق وباسبت تلتين للنحية اللي تحت وبدخل كده بالخيط في حتة كده وبعدها بشوية بدخل في الحتة يعني بغرزة واحدة بس بدخل هنا كده وعدين اروح على الغرزة اللي وراها وارجع لنفس المكان هنا عشان اعمل المثلث المعنى فيه واروح على الغرزة اللي وراها برضو هنا كده وارجع لنفس المكان اللي انا شغل فيه عشان يجيب لي المثلث بالشكل ده كده وارجع لنفس المكان تاني لحدة ما ملاها يعني تبقى بايد كده تمام ممكن اخد واحدة كده من هنا من الطرف ده للطرف ده هنا كده عشان تضبط للشكل اكتر كمان كده تمام كده اداني الشكل المثلث ده هارجع باقي للنقطة اللي هي الراس المثلث اللي انا شغلا فيها دي كده واصحب الخيط وادخل هنا كده عشان اشتسم الحكة بتاعت البقء بتاع البندل ادخل هنا هي سهلة كده يعني اي حد ده يبص لها يعرف تتعمل ازاي بدخل هنا وارجع ادخل اطلع من هنا كده بدخل هنا بس كده هقص الخيط اطلع اطلع كده افضع بس الزيادة اطلع اطلع سبتين لو عايزين انتم يقول من ثبت خياطة مش مشكلة نثبت خياطة عايزة انا بفضل التثبيت بمثدس الشمس لمثدس وحب شوية كده نجيب الاستراف ده بسود عشان اعمل به عيون البندل طبعا لو كان الحاج ما اكبر من كده قد احطت العيون اللي هي بتتشارة دي جاهزة بس يعني عشان هو اصغير بحط الاستراف ده وخلص كده كده بقى معينا وش البنده نقدر نعمله على فكرة نزين بي اي حاجة تانية اي حاجة هيبقى شكله جميل جدا دلوقتي هنثبتوا بقى هنا كده برضو هثبتوا انا بمثدس الشمس لو عايزين تثبتوا خياطة مفيش اي مشكلة تمام؟ بالوقتي هيجيب شوية كده جادة اخد البلاء هازبطوا فى النصر كده المثدس الشمع مكوش زار سشدوا احرضوا كده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة